من دروس العقيدة من خصائص الدين الإسلامي إن الدين الإسلامي الذي جاء به رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وارتضاه الله لنا وكان آخر الأديان السماوية قد جاء بتعاليمة حقق للإنسان الصلاح والسعادة في الدنيا والآخرة وتنظم علاقته بخالقه وترسم الطريق له في كيفية التعامل مع غيره من البشر فهو دين عام لكل البشر صالح لكل زمان ومكان شامل للعقيدة والعمل من عبادات ومعاملات وآداب يقول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ومن هذه الخصائص الإسلام دين الفطرة مدخل الموضوع إن الإيمان بوجود الله تعالى الخالق والإقرار بربوبيته أمر فطري خلق الله تعالى عليه كل مخلوق أول خلقه فلا يحتاج من الإنسان جهدا ولا عناء لإثباته لأنه مغروس في نفسه ويشعر به في إحساسه وفطره الله تعالى عليه إذ لو ترك الإنسان في مكان خال لا يوجد به أحد بعيدا عن المؤثرات الخارجية وعن كل الشوائب العقدية لاستطاع بفطرته أن يعرف أن لهذا الكون خالقا مدبرا متصرفا فيه ثم بفطرته يتوجه لمحبة خالقه وعبادته المقصود بالفطرة طبيعة الإنسان يقول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون والمقصود بالفطرة في الآية الكريمة الدين الإسلامي فالله عز وجل فطر الناس على دين الإسلام ويقول رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجزانه رواه البخاري الدليل على أن الإسلام دين الفطرة أخبر الله تعالى في أكثر من موضوع بكتابه العزيز أن الناس إذا مسهم الضر لجأوا إلى الله ودعوه مخلصين له الدين يقول سبحانه وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور والاعتراف بخالق الكون مسلم به عند جميع الناس حتى المشركين يقول الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون فهم في قرارة أنفسهم يعرفون الخالق لأن فطرتهم تدلهم عليه هذه الفطرة التي فطر الله تعالى عليها عباده هي الاعتراف بوجوده والإقرار بربوبيته وتخصيصه بالعبادة والطاعة والتقرب إليه بالعمل الصالح وهذا ما جاء به الدين الإسلامي المتمثل في رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فالدين الإسلامي دين الفطرة وجاءت تعاليمه وشرائعه موافقة للفطرة الإنسانية أسئلة تقويمية السؤال الأول لماذا يعد الدين الإسلامي دين عام شامل؟ السؤال الثاني يقول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها ما المقصود بالفطرة في الآية الكريمة؟ السؤال الثالث يقول الله تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين ماذا تفهم من الآية الكريمة؟ السؤال الرابع يقول رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه على ما تستدل بهذا الحديث الشريف السؤال الخامس لماذا يعتبر الدين الإسلامي دين الفطرة؟ لا تنسى أن تقول عند التوجه إلى المسجد صحيح مسلم ترجمة نانسي قنقر